يا نازج انت عارفة كويس قوي انا بحبك قد ايه وعارفة كويس قوي انا مهما قابلته وشفت انت بالذات دون انا عن كل الستات اللي عرفتهم حاجة تانية اسكت خالص يا سليم انا تعمل فيا كده انا تتجوز علي تتجوز علي وكمان تطلقني تفاكر ايه ده انا النازج السلاح دار اللي تجوزت اكتر ما صباح تجوزت وعمر الراجل مخني وكمان ايه تتجوز علي واحدة بلدي من الحسينية يا نازج ايه دي ارجوكي لسه شفت حاجة يا اهلا يا اهلا ايه دي سكت سكت يا ايه ما بيش زبايا غيرك ولا ايه ايه المسخرة دي هي يا اهلا يا اهلا اهلا اتفضلوا حضراتكم هنا ده بيننا يا اهلا والله عبير انت بتقراشت يا بتكلم مين سيبوا سيبوا يعني اتربوش واللاسة والشغل ده كله مزفى بانا ان انا عمدي ولا ايه اسمعي يا قالت انا ادخل في اي مكان احب اقعد في اي حتة اني بمزاج اقعد فيه فهمتو ولا ايه اني جاي عشان اقعد جنب الترابيزة الفوشية اللي قعدة ده هي شايف يا ولا شايف سليم البدري قعد جنبها قد السوبر جد ازاي وشايف هي زي حتة الجبلة ازاي لسه لسه شايف لينا حتة نقعد فيها يلا خلصها قادر يا عمدة ده انت تؤمر يا عمدة اه ممكن اقولك ايه الترابيزة ديت الولية هي الرفعة ديها لوحدها كده واقعدة الوحدها كما تقعدها لحد ما ييجي الناس اللي يمز تانيها ونوعد احنا على الترابيزة ايه يا عمدة بس ده قعد معها بني ادم كين البن ادم؟ حيات النبي انت شافت؟ كين دي؟ قالوا ليه اقعدة الوحدها هي وابتتعك لو عمنا مجنونة ولا ايه؟ حاج حاج اه هي قعدة مع احد؟ ايه واي سيد سيد لحول الله يا رب لحول الله ربك بيخلق كتير اوفيز يا والي حياتي النبي ما شفته النبي ما شفته سلام عليكم عليكم السلام ظروفك باينة اني هخلص معاك اني هخلص معاك تاخد كام وتسيبي الترابيزة دي ودهور من الهني اخد كام واسيبي الترابيزة ايوة او انت شايفت مرخيص للدرجة دي؟ ما تعمل ليش فيها شريف اسمعي الكلام تاخد كام دلوقتي عدم ومقدم وتاخد المبهيمة اللي معاك ديته وتقوم انا ابويا وامي ما ربونيش على كده تتكالب بجد؟ يا ابو كده ابوك وامك ربوك على ايه؟ انا ابويا وامي ما ربونيش خالص واضح انا عايزك تروح تجيب اكلة كده ترم عظمك عشان تملع الولية متشكل يا عمي تملع عناها يخرب بيتك متشكل جدا سلامي بقولك يا عمي اقمر تجيب باكو تاني وتكتب عليها باكو هكتب عليها اكتب علي دي؟ انا هتديك وارب عشرة كده تجيب شاشة البلاستيك وتنزل عليها ضرب لحد ما يبلغها الصعب هي خارصة ولا ملأ من ببلغها ليه كده؟ يلا يا ادمن انت يلا يلا كله الاول كله الاول هم نفسكوا وحبوا مع السلامة يا اختي متشكل يا عمي مع السلامة ايه الناس دهي؟ هو دي يا مليك هو دي يا زيبتين ايه والله قعدتوا في كافيه بعد قعدة الترعة والزريبة عشان تعرفهم عشان تعرفهم انتو شغالين مع اميه هي هي يا نهرك اسود ومنيل لا هتولع وانت قعد عالكورسي جنبيه استغفر الله العظيم هم تحب ناخد القردة دلوقتي يا عمدة؟ تاخد ايه؟ القردر ايوا كده عالوا صوتك بوها يا من رجالة البقاء هم دولت شغالين مع اميه ايوا ناخد القردة تاكلوا ايه يا جعانين يا بقاء؟ انا اكل ده كرباء ده كرباء ده كرباء انت قعد عند عميتك استنى تاعت فيه كافي انفهم ايه؟ انا هطلبلكم مش هتفهموا حاجة هاتلله ولا لا بلده هو هاتلله اسمها ايه ده هي سالمون هاتلله شريم هاتلله شريم هجيبلك شريم وايوت سوس ولا ريت سوس استنى ما اول مرة يجي هنا تاخدوا وايوت سوس ولا ريت سوس لا ما بيسمعاش هو ما بيحبش السوس ما تجيب لهش سوس وهاتلل تاكل ايه ولا؟ ايه ولا دي؟ حد دي قابل نعمة ربنا بالوش ده هو انا ايه دي؟ انت جاة تقتل ولا جاة تاك؟ افرد خل ايدك خليك تطفح هاتلوس ما ايدي هي اللي خطعنا من يومين؟ استروبوري بركات استروبوري كات استروبوري كات هاكلك استروبوري كات بس هتاكل زبل عفانة وانت انا بغو القرب دول ايه ما نفسي تولعو انت جنبيه جاة النابل لشقطها شقطها اولا مش انتوا حاسين بيه؟ ايه جوي هشقطها صح؟ انا حاسنا نشقط هازل غنظبتي لا هي ها ايا خرابي وستك هتاكل ايه عمدي؟ اني مباكولش يابدي اني باكولش اني باكول حب بص اياه جنبها زي العمار هتاكل مين Duby الله يخرب التمولودي إزاي يا ابني بنكيشت ليه؟ وميستعمليها في بياتك إزاي؟ إيه إيه؟ ماخدش المشروب بتاعك ليه؟ بابا شبكش حاجة يا أنا ما بحبش لمشارب ولا زيفت أنا جاي للسلاحضار جاي للمبة عيلة السلاحضار وأقتلك ليه؟ أنا مش هأقتلك ولا حاجة أنا ساعتها هجوز أول كلب يعادي قدامي دلوقتي أوه قلتيها أخيراً مساء الخير يا نزج القلب والروح إنت تاني؟ يا إنت يا سلمان ما بتقسش؟ لا ما بقس يا أخوي هو وراك وراك إن شاء الله لحد ما فليسك ما يخلكش يتملك علبة كابريت تبقى بتحلم يا سلمان السليمة عشان حد يفلسه محتاج سنين وسنين طب بزمتك إنت لو راجل بتحس وبتفهم يبقى ديه الحوار الدار دلوقتي وقعدة معنا ست الناس الألمزاية ده هي لكن إنت هتحس منه؟ طوخناك قالب على سيد ردس على مشاعرك هتحس منه أنت؟ رس كباة بعدين بعدين وحشتني يا نازك أنت باين عليك الجننت يا عامد طبعاً الجننت ومن يشوفك ما يتقش تل أفراسهم؟ إيه؟ مين من يشوفك وحواجه ما تلعبش لوحده؟ يا خباة نصفك سيد دايه سيد دايه أنت أحلى من إيه بالنسبالي؟ إيه؟ أحلى من أحلى لحظة في عمري بقضيها يعني عارفة ساعة الأوالح بتاعت الدورة لما بتولع وتعمل كده راكية نارو عليها براد الشاي تحت النخلة كده بالعصاري أنا بحيت باللحظة دايه أنا دا حيت باللحظة دايه ولجل العيون دايه أولح إيه؟ ما تحترم نفسك يا راجل أنت وتحترم سنك إيه أولح مولّعة دي؟ إيه؟ ما تحرفش أولح من مولّعة وأنت بتكلم ليه أصلاً إيش أخشاشك؟ أنت قاعد معنا على الطرابيس أقوم غور في أي داية من هنا أنا اللاعد ليه؟ أيوة اللاعدة مقتسرية وخاصة بقت ما بين العمدة وستة الكفر ياي ستة الكفر؟ أيوة ستة الكفر والفدادين والترع والبول كده كل؟ إيه ستة الكفر دي؟ بأمرت إيه بقى إن شاء الله؟ بأمرت إنها هتبقى مرات العمدة إنت بتحلم يا عمدة أنا وسليم صحيح متطلقين بس خلاص قررنا نتسالح ونرجع لبعض رجعي ليه؟ هيفيدك بإيه؟ اتغرأتي في طربوشه ولا البدلة اللي لابسي هتعمل بيه إيه؟ وبعدين التخان مضررين فيه جوازه ومتعبين اسمعي كلامي إيه شوف العصفورة اللي قدامك يتحرك في الدار كده ما تحسيش بيه ديه مطعك ويتعينك في الصيف قوي بتخنه ده إسمعي كلامي ديه لو صيفت بيه يطيب ضعليكو عالب لاج ديه يلبس ميوه دي شوفيني أنا في الميوه؟ شوفيني وشوفي عودي إسمعي كلامي وبعدين أنا بالنسبة في الجواز مش مكان أنا متر ونص أعمل جلبية روح اشتريره أربعين متر بقى عشان تسطوري لحمه ده إسمعي كلامي إسمعي كلامي يا نظي بتبتحكي عليه بعد قدام ولهو عقدر يرد علي يرد إسمعي كلامي السلطة حلوة يا بنت الناس بقولك يا سليم ما تزعلش نفسك سبني أنا متر ليه متر بحنا كنا حلوين لس أوامرك يا هانيم انت عوزيني نيجي عندكو هنا مرة تانية ولا لأ ليه يا هانيم في حد زعت سياتك ولا حاجة؟ الأستاذ اللي قاعد ده إحنا ما نعرفوش مشوفناهوش ما تكلمناهوش ومع ذلك قاعد هنا وسطينا معقولة العون ده إزعالك يا هانيم هو سيتك متعرفوش ولا حاجة يا عونيم بس يا ابني الرغي ده هو حياة النبلة حياة العون ده يقوليني مرة واحدة سلامونتي وانا قوم منك وبعدين بقى ولا بعدين قال سلامونتي سلامونتي عايزة دخل ده يسمح والنبلة تبريسي وتوليه لا ده مش نويه يجيبها البر بقى النهار ده يعني هتعمل ايه قاعد ومش نويه يجيبها البر ورينها هتعمل إطربوشك ده هو قوم يا سلامونتي قوم بقى والله أنا كانت تناويه أنا أضرب العرة اللي قاعد جنبك ده هو بس أنا هقوم وانكبز بمزاجي أحاسبلك إنكينا فاند اللي معاكي بفاندس مرستي تسلامي تسلامي سلام عليكو يا دياريخي مع السلامة يا أخي باي سلام عليكو سلام عليكو يا ست الناس وانت حسابك معنا هيا يا عمدي سابع ولا دابع والي ده سؤال يا والي أكيد خلص معاهي خلصت معاهي هواني من نققكم وش أمكم علي ونظرة عينك المرعبة دهيا هكسب في حياتي ربع ساعة ايه المحس ده هواني أنا غلطان أنا غلطان إني جبتوكم من زريبة الحلاليف وشغلتوكم معايا ايه يعني الوزة طارت 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 منين يا أولادان العمدي استنى عليها شوية سليم إيه ده يا سليم انت بتخدعني؟ حلوة أوي دي ما إنها هتولع يا ولد يا رب الولادة إيه انتوا اللحها ويلعب معها تقول لها أنا مين أنا الأميرة نورهان مرات الباشا مراتك؟ هام 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 أنا عايزة أسألك سؤال ما جاش في بالك وانت بتصف الرجل اللي هتتجوزيه غير الكلب ايه دي؟ خزعتيني وخلتيني أنا هواه قدام الغفر بتاعني يوصفيني مثلا بأسهب بجمل بديناسور أخصش ضرب عليك ونار كده وشرفك بس معلش بتهوني الهواه وعشان عيونك يا أم تتجوزني يا سليمان؟ بصراحة انت فاجئتيني يديني شهرين تلا تفكر ماذا؟ هو 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 دي اللي أنا كنت يعاوز لعلمك أنا ما كنتش جاي عشان أتجوزي كنت جاي عشان أخلي سليم يهوهر في آخر حياته سلامه عليكم يا كلب يا جذبة لا يمكن لا يمكن بسطور يا رب يا رب ما تتيتل في الولادة يا رب قومة بالسلامة اهدى بس يا عمدي اهدى ايه ونيلت ايه؟ انت مش عارف سيتة كنازك سيتة كنازة مليا الفرافير دي بتاعت الخرم فليكس والحاجات دا ايا ما تستعملش الحزء والولادة الولادة دي حاجة بسيطة ايه سألنادي انت جاي تستزرف ومراتب تولد بقولوكو ايه انا اسود لحظة عندي دلوقتي موطراني ومجنئناني ان انتو باتنين معاي سيبوني في حالي بقى وشوك وشوك ما انا خايف تخلي بورس احنا ايه يا عمدي احنا حضرنا كل ولادات عيانك انتك تسيب قال ليه؟ لا مانسيتش يا اخوة كلهم طوله عيان منظورين اللي عينه معهوف واللي رأسهم القاس هكيدي واللي طالع اهبل مش فاهم حاجة بيعيدوا عني ابوش ايديكو عايز خلفا نضيف يلا غور من هنا يلا غور من هنا غورهم النبي يا رب ما تتخنق في البنك نجيها يا رب نجيها يا رب استولها يا رب يا دكتور انت خارج تشمي هاو في البلاكونة ما تطميني مراتي عاملت ايه؟ اهلا اهلا عمدة احنا لسه نتعرف قول لي السيبت جابت ايه؟ مبروك جبت بنت واسمها زهرة طب بنته وعرفناها نعمة من ربني ومين اللي سمها زهرة ان شاء الله؟ ادارة المستشفى هي اللي سمتها بسرة النبي؟ ايوه ده اوفر من المستشفى المولود معاه اسمه مجانا اوفر ايه وميلت ايه؟ انا الاب وانا اللي سمي بنت يا ناس دي بنت خليد المستشفى وقالها باب الله انا مقدرش اغير اسمها والله العظيم ما تقدر تغير اسمها؟ خلاص متشكرين يا رب بنت واسمها زهرة نعمة من الله الحمدلالله وطميننا على صحة البنت نازلها حلوة كده البنت بسم الله ما شاء الله عليها بس.. خير بس خير عندها عيب خلقي ماقدرش اعملك حاجة فيها نعمة من ربي ايه هو العيب؟ البنت حتعيش في اول فتراتها بشكل طبيعي واي كأنها آثار الحكيم آثار الحكيم؟ وبعد ايه؟ موسيقى في فترة حتتعرض لحورات حركات تغيرات هتخليها بالتبعية تبقى إلهام شهين إلهام شهين؟ إيه دي؟ وأنت دكتور ألا عراف ليه بس كده يا رب يجي لبيت تعيش معها على أنها أصار وحبها وحبه وحبه وفجأة تبقى إلهام إيه اللغبات تبعية؟ إهدى يا عمدة إهدى حتى أطارد على إرادة ربنا اللهم لا اعتراض يا سيد اللهم لا اعتراض في حاجة تانية يا سيدات العراف لا يا عمدة تقدر تستلم المولود اللي اسمه زكرة اللي هتتحول تبقى إلهام شهين لا أصاري الحكيم والله اللي اتلغبطت من بنتي الحاد من دلوقتي متلغبط فيها احنا متشكرين لك قوي متشكرين الحمد لله الحمد لله الشكر لك يا رب تيجي تتحول تتنقل المهم تبقى بنتي مالية علي دنياتي ترجمة نانسي ق wanting to ترجمة نانسي قنقر يا دكتور أنا متحيق لي أن القتيل بلع بلونتين ودبدوب قبل ما يقتل بلونتين ودبدوب قبل ما يقتل الجسة دي اتنقلت من مكان الجريمة الأصلي بس أنا هاوصل قبل شنكوف 819 حاسب يا فن كان شارس بس زيحة دمار شاوي وأنيف يا هانم أنا مقدر مشاعرك بس عايزك تتمسكي وتتملكي عصابك شوية علشان تجاوبي على أسئلتي كلها أنا هيهمني أعرف مين اللي قتل ابن حضرتك ومين حطت دبدوب في بقه تعرف ايه عن الدباديب الحقيقة أنا عملي ما تدخلت في دباديب ابني بس اللي عايزك حضرتك تعرف ان ابني اكس ما كانش طفل عائدي كان بطل بطل في الدباديب يعني بطل حضرتك بتستهتر بكلاميني ايوة كان بطل ومن عيلة كلها ابطال ابطال طب يريد تحكيلي كل حاجة عن اكس وعن عيلته ولو فيه دباديب في السكة كده جات احكي بعضو عنه للأسف ما بقاش فيه دبدوب واحد اكس كان جده الكبير قائد عظيم اظن حضرتك سمعت عن القائد متحد الاول مين متحد الاول هاتوا الزفت ده يلا يا متحد حارك ملكش متحد ايه لاني فيه اربع متحد في الدفع يلا يا متحد بتستهبلش يلا على فين حضرتك يلا عشان عندنا حارب حارب يقوني ليه تقفك جو النار ده ده انا مسلخ من تحت الحاجات البلاوية دي استنوا الويك اند قالوا جو هيبقى لطيف يلا يا متحد ما فيش وقت هرجوك لا نفذ الامر يا متحد هرجوك ارجوك ارجوك عافيني ارجوك انا بخاف بكره السحرة وبكره الاسنة وبعد الاسف تقيل جدا جدا والبتاع دي معصباني ارجوك عافيني نفذ الامر يا متحد حارك انا دخلت غلط انا كنت كاتب في رغبات في نون جميلة اقسم لك بالله انت مطلوب بالاسم انت عندوك اربعة مليون جيبة اشمعنا لأ ابو السيدة انت مشهور عنك الدهاء والسكاء بالعكس انا غبي غبي جدا هرجوك ارجوك عافيني اعافيني يلا يا متحد بقى يلا انت اشتر واحد هنا اياه حاضر حاضر اطنعي اختار حد غير من فضلك يلا بقى اتفضل يا مولاي بس يا الخير قالولي عنك حكايات واساطير كل اشاعات اقسم لك كل اشاعات يا فاندي ايه الكلام ده قالولي عنك انك محارب يا فاندي محارب يعني اصلا مش مقتنع بالفكرة سوري يعني خلينا نتكلم فير ازاي احنا نترمي في المعركة عشان حضرتك تدافي عن العرش عرش ايه مش لاجك الموضوع يا سوري ايه الكلام ده يا عشكري سوري يا فاندي بازل حاضر فاندي صفز يا فاندي حاضر فاندي صفز سيب لحدك حاجة يلا مقتنيات الدولة يلا حاضر فاندي باعصبي يلا أول فات قات البنات وتعالي ورايا حالكة فاندي متأكد ان انا هروح للراجل ده اه اوكي اوكي حالكة قائد يعني مرتاح وجندي من جنودك رايح للراجل ده طبعا اوكي مرسي كان نفسي اسمع الجملة دي مرسي اولا يا علم أول فات بس 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 اعايو اوكي اوكي يلا يا متحب يلا يا بطل لا حرك مش محتاج ان انت تزوم يعني الحاجات دي خليها للناس اتفقى انت بسم الله ما شاء الله ايه ده يا سيدر يا رب ايه اللي بيحب يا مهات ما جتحصلش الله النهاردة تقلبات 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 اوكي اشتركوا في القناة اللي كان في ألمانيا إبان الحرب العالمية الأولى هو إكس لي أصول ألمانيا؟ وهو طبعا هم أصلا أصلا من جلاند بروخ بيشتيغ وجده الكبير رودي فولر كان له سوالات وجوالات في الحرب العالمية رودي فولر كان لعيك كورا تشبه أسمي ريال 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 اى خربة برا يا عمس كوبايا يعني احنا لابلت الجزيون الحربة اطوال بعد يا دي انت باعة وادرز الاوي يا دي بوزك في الفعر والنحس او زفت القطع شوفت مش قيل لك الاريال اللي انت جابه خرباني حلواني اطلع اللي عديل بسرعة ياله لا 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 لازم تعملوا الطيق طائد لازم اعملوا انا اه امنوا ضهري ناك اخبار برا ايه الجيش منتشر تمام؟ تمام كله تمام؟ تمام الحمدالله ده هو حرقوا اليوم ده ايه 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 احنا متقدمين. مقدمين يا هم اللي عتكرت موط دي جرافيك ولا ايه? على قاني. يا جماعة الحرب اللي بقتت امي واختي وابنت حالتي وبنت حمدي وكل الستات اصحابه اميه. دي ما كانتش حرب دي كتخلنا يا حبيبي. ابعد ياري. 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 ودا كمان يا نهار اسم وانده لاد. سايد. او ياري انه بسستين ده. انا مالصاب. تحيط منها يا ريال، في اينا يا قائل ما تقوليش قائل دي ما يهمش الكلمة دي acey اطلع ربيع يلا jealous السلك فيني حلواني السلك يا حلواني ув.. السلك فيني يا حلواني هاي وي 엄청 لحد ما يجيلي شاروس بورتي اغفتظ الفتكرة ربيع معاني ريام معاني ريا حضر 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 بالفتكر الله خطوني هنال شيلوني واحدوووووووووووووووووووية ايه يا ام ايه يا ام انت بتشعيع انت متفاول علي يا حلواني ارفع! ارفع! واحده! اخدي بيتك حلواني 100 متر سلك حلواني! ايوة! اهو! حلو كده! خمس عاش وركز معاك! كده حلو! ايوة! ايوة! انت كمان دايب مصورة تريع اوة حلواني بوسط الحرب! اه! ايوة! ايوة! حلوة! اثبت على كده! بسم الله! ما شاء الله! الله يبريك لك حلواني! ايه الاريال ده! انت عدو! عدو! بكلام برضو! ما عدو ولا الشطان! لا! ده احنا حلمين قوي بكل ده اوة! انت سيبك من الحرب والكلام ده! يتقدم اربيع! ممكن نتفاوض! طبعا نتفاوض ونتشاور! وقابل اي حاجة! كل شروطك انا موافق عليها! بس شوية بس ثانية! نضف المقطقة عشان التفاوض ده لازم يبقى على رواق صح! ايوة كده! شكلك شائية! حلواني! انا شاين! الله يرحمك يا رجي يا فولر! ويبقىش بش الطوبة اللي تحت راسك! كان بطل بطل بطل! انا مفهمتش حاجة من الحواديد دي كلها علاقتها! ايه باللي حصل لابن حضرتك؟ هو انت حضرتك بتشمر ليكم مامك يا حضر دربني! ما انا بتكلم من غير اي ضغوط! الصراع في كوكي بارك زاد جدا! وده تسبب في مشاكل كتيرة! ويوة انا حذرته! اياه ما حذرته! بس هو كان للأسف دماغه ناشفة جدا! كان بيعمل ايه في كوكي بارك؟ بس با انت بتعمل ايه؟ يعني كان بيعمل ايه؟ كان بيتفصح ولا كان بيلعب مع الدبديم؟ كان شريك طبعا! الشريك في كوكي بارك قبل ما يبقيت له! والشراكة دي للأسف تسببت له في مشاكل كثيرة! حلو قوي! مشاكل كثيرة مع مين؟ شاكلك فرحون في المشاكل! انا هحكي لحضرتك! احنا في يوم من ذات الأيام كنا قاعدين في الفيلا لبينا ولا علينا! فجأة طبوا علينا! حلو قوي! كل شابة واضح! يعني حضراتكم جايين وبتستصرفوا علي! وبتهددوني جوا بيتي وفي الشم بتاعي! هالدودك ايه يا عكس؟ احنا يا دوم بس جايين واعيك! لا يا حبيبي! لا يا عمر! انا واعي كويس قوي! انتو شركاتي اه! انما الكوكي بارك انا اللي بادرها! فاهمتو؟ انا اللي بادرها! ومش هسمح لأي حد يدخل فيها! ولما اقول الدودة السحرية تتلغي! يعني تتلغي! ايوة بس الدودة السحرية لو انتغيت هنخسر كتير! مممممممم! ما لقش دعو يا حبيبي! مش هنخسر حاجة! الماكنا ما كانتش بتتشحم! وانا مش عايز اتكلم كتير! خلسنا! واضح انك مش مقدر عوقب اللي انت بتعمله كويس يا إكس! انا مقدر كل حاجة ولا عندكم اعملوه! اعملوه! يكون في علمك بقى ان فيه اشعاعات بتقول ان انت عامل صفقة ديها مع شركة كيه والسرية دي اشعاعات مغرضة يا حبيبي انت وهو عشان يدروا سمعيتي في المراجيح يكون في علمك انت كده بتدبسنا في صفقة مراجيح دي دي ده اذا تدبس تتحرق تسمعوا كلامي وخلاص وبعدين انتو خدتوا وقت الجن بتاعي بصراحة يلا يا ابن هانا يلا يا ابن هانا يلا يا ابن برا اول شفت الفيديو اللي نزل على اليوتيوب لأكس قبل لما يتقتل فيديو لأكس نزل امتى اهو لسه من نص ساعة بص اهو لسه يا ماما يا ماما مش وقته مش وقته انا وصلت ايوه انا قدام المحكمة طب استنيينيش وقته خد البت دي يا عم انت بنتك ولا بنتها لو سمعت يا حبيبي ايه ده رجلي رجلك ايه انا ما اللي من عايز انزل عند الشغل تفضل الله بسمعه وسح شوية رجلي رجلي رجلك ايه مش معزوها ده روكابها بتقول ده ايه مرض ده ايه ايه رجلك اخبر الله يا العظيم يا رجلي ازوقيني يا بنتي ازوقيني 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 يا بنتي اتغيرك ازوقيني انت متأكد ان المحمي اللي انت جايبه لي ده هكسب لي القضية عب عليك ده انت اختي ده انا جايب لك محامي اهوه عمره ما تخصى القضية قبل كده وهيخلي طليق ده يلفه حوالين نفسه ده احسن محامي على مستوى شريعنا ويبقى يوريني بقى هيشوف ضافر بنته ازاي مقصة من عظوة انا لا اهو الاساس واصل اهو صبع الخير يا جماعة انا اسف اتأخرت عندي مشغوليات معلش ايه او ماما يا ماما عيش ايه وفرني ايه 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 بكده يا ماما انا في المحكمة متعطل انقييش حاضحاض مع السلام مع السلام معلش معلش ايه قضية انخلع اه طبعا ان شاء الله ما تلعيش يا مداب وانت هاخلعك وهجب لك اعدام مش اخلعني بس يا اساس تخرعني ايه ده انا اخوها اخوها امه لا تدخلع من مينة من جزهة من جزهة اه طبعا امه ان شاه المخدرات فين يا اساس دي قضيت خلح يلا 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 هلا يا اساس فطل معايا يا هو حظه نحسي شكله فقري لان انا مخروع النهاردة من التكتب ومن امي ايه ده مين ده اتقابل فوق يا مدام مين الراجل ده تعرفوه ده جزهة يا اساس جز مين جزهة اختي يا نهار ازرق انت مزحيني مستبعى الصبح عشان اجي اخلع مهاب لها بلده ده يومه اسود هو واهله احبسه هو واهله لو سمحت يا مادام لبسيني الروب انا هادخله ده اخلى في المحكمة يومه اسود فضل لو سمحت ساعدينه عناك يا اخساس اتفضح ده لاب الشرط ده القاضي امه شوفها يحبسه مش هيخلعه باس واما حضرتولي الاتعاب طبعا جهزوها جهزوها يا سيادة القاضي ان هذه الام الوحيدة الغلبانة الكثيرة ان امرودة ان امرودة يا اسود لا يا فندم اقصد البنت الصغيرة المقروضة البنت الصغيرة المقروضة دي يا فندم من حقها انها تكبر وتترعرع بين امها وابوها هذا الاب العظيم الاب الحنون اللي كله تواضع فممكن عنده مئة بدل يا فندم لكن جيل محكمة بالشرط عشان يراعي شعور الفقرة انا بطلب من عدلة المحكمة ومن هذا الاب العظيم اللي مش موجود في الدنيا ان البنت دي تطلع في حضن امها الحنونة المجنونة يا سيادة القاضي انا مختلف مع الام دي كتير لكن في النهاية يا فندم هي ام ما هي ام اخد اي اقول راجد يعني سيادة القاضي انا بطلب من حضرتك توقع اقصى العقوبة على هذه الام هذه الام المستثرة تخيل يا فندم انها بتنزل بالليل وتسيب البنت الصغيرة وتصهر لحد ما النهار يشقشق والبنت لوحدها انت بتقولي يا وستاذ بنت ايه اللي بتصهر لوش الصدر بقولك ايه ابو البنت دي انا عارفة وحكم تعليف سبع قضايا زي دي قبل كده وعارف كل قلعيم يتجوز ستات محترمين وبعد كم شهر يطلقها يعني معنا الكلام حضراك يا فندم ان انا هكسب القضية هرجوك يا فندم عشان مستقبلي انا عايز اخسر القضية دي اديك شايف يا فندم يعني ده وجهي ابلي كل واحد اسكت بدل محمسك حضرا فندم حكمت المحكمة برفض الدعوة المقدمة من السيد حسام الدين صبحي لحضانة ابنته ومطالبة المدعى عليه بالمصاريف والاتعاب رفعت الجالسة الله اكبر الله اكبر الله عليك يا أخي الله أكبر شفاك ايه اللي خلانك سبت القضية الواسفة دي ستسا من يسر؟ ايوة انت دعالة ما تستهبلش عايزه ايوة ده انت بقى انا هتخسرني القضية دقى انا ورايا رجالة تبهدلك اقع اكون فاكر الجلالين دي هتنفاعك لا ده هبهدنوك كريم مين كريم حضب خص يا شباب هنعازين نتفق البنيات كده الافيان كده مش كله يدرب نفسي الدربة عشانه ايه ادرب يا رجالة اديه لو اديه اديه انا بحذركو حدي مدي ايه ادي ليدك يا كريم انا بقول لكم احذركو عن ايه حدي مدي ايوة انا حاجز بتاغدرات في وشي انا حاجز اقول لك كلمة واحدة بش اتعال انا انا أتدرب شاء يا محمود امشاء لو حدي equivalent اقول لكم لا بنيا واحدة انا يا خلي رجالتي اضرقو ادربه يا كريم اشتركوا في القناة اشياء بلدينا اللي طلبتها تلسة فاكر والله انت راجل ابن حلال والشنطة كمان حبيبي معلش انك انا عندي مصلحة فوق تعارب اقول محماش وانا فضيعة شوية تحت وشوية فوق دوك دوك انا اقتراكم مجهول واشتزراب هلو هلو ايوة مين مش مامي تعرف الامين المهم يتنفس كل اللي حولك عليك الحرف الواحد لا بقولك ايه وحية ابوك انا شايف المر ومخنوق لو شفتي شكلي يعني هتفهم مش نقصة لطفة اخلص انا فكرة انا ما بغذرش معاك وكلمة زيادة انا ممكن ادمرك ادمر مين ادي اتفع انت وانصفك ناس في جبان انت محامي ناجح وانعرف عنك كل حاجة اعرف عليك اللي انت عمرك وانت تخير ان حد يعرفه عنك يا سلام ده كلام عام اللي يثبتلي ان الكلام بتاعك ده مش حوانطة نهاردة الصبت ايه اللي حاصل نهاردة الصبت اه اللي عادتك همساك اضطريت انك تاخد ملين اضطريت اخو ديه ملين ملين اه مساء الخير يا دكتور ناجي لو سمحت مش عايز انزاره استزاره في دلوقتي باي باي لا يا حبيب انا مش الدكتور ناجي بتاع السيدالية تفتكر الدكتور ناجي هيعرف كبير اللي كرفضت تسلك بلعدت توليت قبل ما تنسل بلعدت توليت؟ لا ده الموضوع كبير قوي حارك بترقبني وليه يا فاندل انا مش برقبك بس انا وراك خطمة بخطمة زي دلوق انت انها ده الصبت مليتش سابولة في الحوض وتشطفت بسابولة الموضوع ايو ايوة وكتزفرة لا يا فاندل حارك من اي جهاز انا خدام انا تحت عمرك انا مهمتش اي عاجة انا اسف توطرت اقوي اقوي ممكن السواء يقلبنا بالعربية لا عربية ايوة ما انت اكيد عارف ان انا راكب دكتور هكتب عليك ازاي امورني انا تحت عمرك بان اخدامك اسمع اللي اقولك عليك اكتب عليك هاتياله هاتياله فضل فاندل اكتب ايه فاندل 14 شارع الفواكه 14 شارع ال... انت احتاج خدار للبيت اعمل اي عاجة اقوم العلواء الدي تقفل معاي وتروحوا على طول وما تتحركش من الالات لحد ما كلبت اوكي اوكي باي 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 أنا كلمة لأنا أومال التفاهد يخرب بيت المجهول وصن المجهول أومر فاندر أنا منتظر تعليمات ساعتك اسمعلي ومركز بعيد أنا مركز بنسبة مية في المية حضرت أومر شايف أحل الكوافير اللي قدامك ده شايفه إيه ساعتك ده نواف على باب ادخل قوة كوافير حاضر 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 يا نعمت يا نعمت يوم أتفتح يا خود ايوة 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 فاندر ايوة أنا جوا الكوافير بالفعل اسأل عن مين نجوا باديكير تهربت استزرفت معايا حاضر حاضر لو سمحت مدام نجوا باديكير فين حاضر تأسفين ايوة يا بيه ايوة حاضر هوصلا لو تكرمت يا ست لو تكرمت حاضر حاضر وعمل لي فيها ساسبينس وعمر رعبني على التليفون باديكير ايه وما نشوف اخرت يا اخوانا فين نجوا باديكير سلامة ايه مين ما تقول ان انت هنا ما تقولها لا اه تمام الهدف تمام فاندر ايوة فاندر الهدف ورايها اه قل لها المبرد اللي معاها ده مش بتاعك فاهمها اللي هاخدت بتاع مدام بيسا المبرد اللي معاك مش بتاعك بتاع بيسا بتحارج بتتكلف بجد طب خلاص اه سيل سيل ده سيل اوكي كده فهمت اوكي حاضر مع السلام وظن مش من الزوق ان الناس تصند على بعض على فكرة مساء خير يا نجوة مواخزة يا مدام معلش مساء النور عندي ليك كلام مهم قوي اقوله مرة واحدة والمبرد اللي معاك مش بتاعك مش بتاعي يا ام اللي بتاع ميل بتاع بيسا وميلي قلك يا خوية مش مسموح لي اقول معلومات اكتر من كده وخلي بالك من نفسك طب قول لي مدام بيسا يا كلبة نجوة بعد كلبة تقولك انها بطلت تلتش من سنة ثمانية وتمانين ثمانية وتمانية عن اذنك لا براحتك عاية راحتك عاية لا انا عاية سنة انا راجل محايمة عاود القعدة دي والبان وشعر ونيلة يا رب يا رب يا رب والله باخري تاقي تسترها معايا تنيعمة 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 سدق ان انت راجل تافي وهي هاتي نعمة راجل تافي تتكللت؟ لا 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 يا فاند بقولي الوقت بتاع تكتب كان هيدوس على ربتي هو انا استجرى باشا انا استجرى قالت لي اه اه بلغتها الرسالة قالت لي كل ديسة يا كلبة نجوة بديكير بطل التلتش من ثمانية وتمانين بالتحديد اه اه اوكي ممكن بقى تحن عليا وتسيبنا روحكم لأمه ونامه لا مش ابروح ده اكتب العناوين داية حاضر مش اروح مش اروح بس هنبسي اعرف حاجة انت زي عارف عني كل اسراني كده انت فاكر ان انا ما اعرفش انك بتخاف من الفرن موت موت شوف شكلك بقى حيبها ايه بست زميلة لما يعرف الموضوع ده بقولك اسمعني تعملي سبك انك هتفضي نفسك اليوم كله لان هقول على كل الاسرار فاهم ولا مش فاهم فاهم مين؟ السلام عليكم نعم السلام عليكم زعق شوية السلام عليكم عليكم الشلام عايز ايه؟ انا اللي جاي اسأل على اللحمة والحطة اللي انت الكتة ايه؟ سمعني يا ابني من السمعة ونقولي اله يخليك اله يخليك اعدل السمعة على حسن من السمعة اعدلك السمعة ليه؟ ما بحيبش حط ايدي فودني حد انا مال انا معلش يا حبيبي انا زي يومك برضا طي طب قرب شوية اهو يا ابني ليه لسودة سمع كده؟ ها؟ كده تمام؟ ايوة كده انت بتزعق ليس هورتني يا شيف معلش انا قاسم عايز ايه؟ بقولك انا اللي جاي اسأل على اللحمة والحطة الانتركوت اه هو انت؟ تلمت السر ايه؟ اللحمة لسه ما تشوحتش خليك مكانك حاضر يا معلمة خلي بالك عليها انا عداهم حتة 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 ايه ونيلت ايه انا رجل محامي انت مجنونة يا سبتانتي ولا ايه؟ ايه وانا اقول مرة اشوف لحمة بقولك ايه؟ ايه؟ ما تيجي تغيرلي الانبوبة جوة؟ ما بغيرش اانبوبة لحد ما تيجي انت يا انبوبة ايه ونيلت ايه؟ ايه وقت دي؟ يا السلام؟ طب روح اكلي خمس ترغيفة من الفرن اللي جانبينا تغسل بالله احبسك وربنا احبسك هتليش وقت مية لو تكرمتي بتقول حاجة؟ تغسل يا ربنا يترشك اكتر واكتر ايوة ايوة والله جبت كل الطلبات قدامي ايه؟ ايوة وادل بسترمة ايوة واجبنا الرومي ايوة موجودة والبتاع اللي بتسلك البلاعة مش عارفت عيسى ليه؟ اوكي حاضر ايه؟ حالة وشع؟ لا بشيب حالة وشع وربنا ما نجعب حالة وشع تشكر ايوة الله يخد دي ليها كيس ولا خدها؟ اه خدها اكتر تشكر ايوة الله يخمين سلام عليك انتوا لي كده الله يكريب انتوا لي كده؟ ايوة شكرا سلام عليك حالة باجتك ايوة شكرا سلام عليك ايوة شكرا سلام عليك ايوة 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 شكرا سلام عليك لا إفاند بتفضل كامل الله يخليك وثلاثة كرسي إكس لار هلقوا ببسيني كده يا أكيد مش ليا صح أكيد مش ليا أنا أنا بقولك يا إفاند أنا محتاج كرسي ولا أنا أهلب الشراب بشبك فأرجوك أنا جاي أساساً متضايق ومخنوق وقع في موضوع مش لازم أحكولي فمتحدقينيش أكتر من كده يا عمي حاضر حاضر قلتلك عميلك كل اللي أنت عايزه هنا يا حاضر سيبني بس أرتاح لإيلة في بيتي وبكرة أودي لك البضاعة في المكان اللي أنت عايزه أنا بيت بخاف منك قوي على فكرة بس ما تنساش تشيل الجبنة في التلاجة حاضر هشيل الجبنة في التلاجة تؤمر بأي حاجة تاني حاضر قلت حاضر ما بقيتش أقول غيرها يا رب يا رب عطرني فيدي أنا كنت هشلهم من يوم هايوا يا أخويا حاضر 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 ده أنت كرهتني في عيشتي اوعى تكسر البيت اوعى ايه اوعى تكسر البيت لا مش أكسر البيت لا مش أكسر البيت بس أنت ستك بيقطع ليه ما تقوم كده ولا تتحرك في مكانك والله قفو اها ايوه ايوه سامع كده خويس سامع سامع وانفز لكل أنت عايزه بس يسيبني بس ورس الساعة عشان ناس كلموني من المحل قالوا لي أن أرض أمك في ناس سطع عليها يا لا هوي ليه 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 تتلعي أنت الرقم أهلاً 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 ليه يا أمه الحمد لله على السلامة ما تستفزنيش ما تستفزنيش ما تستفزنيش ليه أعملت فيها المرمطة دي كلها ليه أنا أروح للبيت مدكير ليه اللهمة ما تشوحتش وجبت العاجات دي منين أصلك انت غيرت صوتك إزاي الموبايل الجميل ده لاتا جايب قولي أحد أنا بستعمله مراية بس فيه بورو جرام هاي الخالص بيخلي الصوت كده تخيني وحيله والنابي يعني أول ما التعليم البيتروجرام في تعليمي في ابنك يما تحلم عليك ما عليش يا حبيب نبسأ أسمع بس حاجة واحدة أنت عملت فيه كده لإيه عشان أنت أماني ما بتحبش إلى نفسك مش شايف حد في الدنيا اللي أنت هو بس ما أسف يا أمي ما أسف سامحيني سامحيني يا أمي وخلصيني من الحلقة دي الله يخليك الله يخليك خلصيني من الحلقة دي وصل الهلف وصل الهلف وصل الهلف وصل الهلف وصل الهلف وصل ها منطقة كله دفع الإجاوة يونا 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 كنت و Essential هاه كل دفع الهتاوى كل تماما برنس مش اجرى حمالة لسا ما دفعش حمالة ابن مديحة ها ليه ان شاء الله مازك علي يا زلة بص على وش كده شكل نانسي فاريني كده ليه؟ اما ليه بقى ان شاء الله؟ ما نفعشي ليه؟ ليه ان اهل سودة؟ يلا بينا يلا سعيد النبي ده اسمه كلامه استحمى اناس ازاي في دوش بالمنظر ده صغير علاق جدا ما انا عملاق اعمل ايه؟ انا كان المفروض اعيش في البلد كلها عمالقه عشان ابقى طبيعي الناس فاكرة العملاق ده سعيد انا مش سعيد اتفضل الحوض كل شوية يعني لازم يتقطوا مستي عشان لا ما يبقى وبص بص بص البشكير بص في نظر يقدي ايه؟ بص هو بشكير انا عملاق اعمل ايه؟ ده حاجة بقى تذهب اهو كل ملمس حاجة الكسر مش معقول للعملاقة اللي انا فيها تيه مش هاخدهش مش يعني انا خايف اكسر الحمان اهو لازم اواطي لازم اواطي عشان عملاق بحاول اهو قاتل لله ازاي كاما عامل ايه؟ بلانيلة بلمك بلازيف انت مش لو اتغير لنا العبش الزغير ده اللي مش على مقاسنا؟ يما العبش مش صغير العبش طبيعي جداً انت اللي عينك فيها مشكلة وبصراحة بقى انت مش هاسه تصدق ان ابنك عملاق اعملك ايه؟ مئة مرة يما مئة مرة اقولك بطالي الزتون ضغطك بيعلى دام الزتون ده بطيخة بطيخة انت بقى اعمل ايه؟ انا عملاق انا شايفة الزتون؟ تصدق ما تصدقيش اعملاق ولا حمادة ولا حمادة والنبي ابني ما ترقلو دلاج المفتري سبيني يمه بقى سبيني خلص الحرة من شرة هوب المفتري انا هاملاق صدقي بقى حمادة ولا حمادة والنبي ابني ما فيه جل انت يا ابني مين؟ معنى الهن فيها طب ممكن استعزنك يا معلم عشر دقايق اعمل ربعمية ضغط وانزلك هتنزل؟ ولا اطلقها لك دابل بيت ضيق عليك يا معلم اده اقوله لا 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 يا معلم تتعبش نفسك انا نزلك على طول اعمل ايه؟ حبكت مع ايموت النهاردة هو فان هيموت هيموت لا انا هضربه بيدي انا هضربه بيدي ايه عملاق يا امه عملاق يا خلتم مع عاطف عاطف بيرجع تخليه حد يشد عشان لو فض الميدال دا هيفضل يرجع سأل خير يا معلم ما تسبتنيش يا لا معدرش يا معلم اليتاوى فيه سوري؟ اليتاوى اليتاوى حاطف اليتاوى يا معلم يعني المفروض بالعقل تاخدها من حد بيخشله على القل سبعة جنيه في الاسبوع لكن اقسم لك بالله انا وامي اللي قاعدة جوا ديت يعني بناكل بكر كلينيكس يعني ايه؟ مصدقني معلم صح؟ لا مش مصدقك ايه؟ كده دي امور شحاتة لا لا عاوز بالله ليه انا مش حاتش حاجة انا بقول لك ظروف يعني انت عارف يا دي اللي بيعس او امري اه؟ عارف عارف امعلم عارف اللي بيعس او امري عارف امعلم بيحسن له ايه؟ عارف معي بس مع طول الوقت انت والجماعة دول هتحلق له شنكو الله وكمان شنك بعيرة بس اينا يا اكتب حقيسة حقيق لا حقيق جدا حقيق خالص ها؟ ولا ايه معلم انت بتتوتر ليه فجأة معلم ولا عشان انا بتحول معلمش بتحول لا ما تتحولش ما تتحولش انا الخد امك يا معلم اخلك معي ايه؟ ماش حاجة فلت امور انت بي انا هعرف انا اول اخري انت هم بارق ايه كده يا معلم حزب الله من غضب الله ايه معلم اتكلم مامه يا قلب هيوقف ما شوفش اوشك هنا تغنيه امشي معلم اسب الحرب ما شوفش اوشك هنا ايه؟ تغنيه انا ليه بيز يكون ايه؟ انسان بقولك انا عادر انا عادر انا عادر انا عادر حمادة 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 يا ابن انت اسحة حمادة اصحة اسحة الحمادة ايه باتشوت يصبح يا شويت وحكن عفريت ايوه عفريت حسين ايه؟ انا معور الله اللا اديت الالف من قوتي اصحابا منو وديها لك انت عشان انت اطيق حلال استعلم استعلم انت مطبق ليش طيب اوب حلال ايه؟ انت تعال باستعام، انت اديت الالف قوتك لان انت يا دوت بشتعلم بحقار اوعلم استعلم لانتتكلم بجد بس جرب..يقسب انت هجني قديم في الشغلانة ولا لسه جديد؟ لا قديم قديم قوي طب تلطتني شوية ياعزم ياعزم انا هعمل اللي تاعيز عشان حبيتك عايزنا اعمل ايه؟ بس اسمعني حط ايهلك في ايدي؟ حاضر ومشها لطنطق ايه 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 انا فعتش اتوى ليه بص يا تفوشي كده انا الهلف يا ايه اي Mulca ايه 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 eating um اشتركوا في القناة 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 اشتركوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طالب يا باشا اي 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 يا فندم ارجوك انا بتأذي سوري يعني يا حبيب انت هو مين اللي ازن لكم انكم تربوا شعر صدركم ايه بلد سايبة يا حبيبي ولا ايه محمد امرك يا باشا دعا لدي تتنفخ نفخوا يا باشا سرعة حضر يا باشا قدامي وانت راجع هدلي مكوة الشعر معاك يا محمد لا ارجوك يا فندي بقى توسط اليك ايه اللي مكوة الشعر انا ممكن انت في شعر صدري قدام حضرتك شعرايا شعرايا بس المكوة لا مش حيسك تقييه بسيرة الشعر صدرك قدامي انت بي تعمل ايه انت ليه بتمسكني من الايد اللي بتوجه علي ليه انت مش عارف ان انا اجروضي قدامي سوري والله اول مرة تشرف بفتحة قاميس حضرتك بعد ان الحاجة بتاعت ربنا يا فندي ارجوك يا فندي ما اتوسط اليك سامحني سامحني وخلينا روح عيدنا سامحان حسألك شوي اسئلة بس لازم تجاوب علي بصراحة وبشفافية بصراحة وبشفافية هنا صراحة تبقى هنا ايه؟ شفافية فندي واوع ساعتك ان اكون مرشدك الخاص واكون الكلب الوفي بتاع ساعتك قولي ايه عمرك اخدت هرمونات عشان شهر صدرك باهت ولا لا بصراحة بس انا اسمعك ماما تقولي وانا صغير روحنا جنينة الحيوانات فحضنت غولة بس انا مش مقتنع بموضوع الغولة ده بصراحة غولة المكان جنينة الحيوانات السؤال التاني عمرك هصلك اي حاجة غريبة حاجة عجيبة مش متذكر بس افتكر وانا عندي ثلاث اربع سنين كنت بيت عند تيتا في حلوان وسخنت افتكر ان انا سخنت جدا في الليلة دي وصدري حرقني اوي من هنا وهنا قمت لقيت حوالي بتاع ستاشر شعرايا هنا وهنا حوالي دي ستة عشرين تمانية وعشرين شربت حاجة قبل ما تنام؟ شربتش فانت بتيتا ما كانش بتحب ان اقضش بحاجة عشان ما اعملش بيبيه على روح ولا كلت حاجة؟ ولا كلت فهم يعني تيتا في حلوان اربع داشر شعرايا واثناشر شعرايا السؤال التالت لو خيروك من حتى حزيز عليك قوي ومن شعر صدرك بتختار مين؟ اخصى عليك يا فندم شعر صدري طبعا ده هو اللي فيه شغل كله حضرتك وبتقولها تاني بتقولها تاني وثلاث مئت مرة انا اتروني يا محمد محمد بلاش محمد حبسوني على شعر صدري يا مصري دينكم ايه النور الجامد ده؟ ما عايزين يعموني ولا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم اللهو اكبر انتوا ايه انسي ولا جنيه ولا انتوا مين؟ ادم نعم انا كان فضائي كان ايه؟ فضائي اهلاً وسهلاً تحت امركم بص يا ادم ايه؟ بمقييس كوكبك انت؟ انا فكت لكن بمقييس كوكبنا احنا انا راجل عادي براحتكم مريش دعا بمقييسكم انتوا عايزين مني ايه دلوقتي ادم اموري احنا جايبين لك دعوة في اي بي لزيارة كوكبنا موكب كوكب ده فين ان شاء الله؟ كوكب الدكورة كوكب ايه؟ الدكورة انت اسمك يا اخ؟ خالي في حاجة؟ لا مفيش حاجة وحضرتك كريم اهلاً يا سيس كريم اقمروني انا خدامكم في حاجة ما اقدر اعملك؟ بص يا ادم نعم انت لو فضلت في المكان ده اكتر من كده امن الدولة هيخلصوا عليك ويخلصوا عليك ليه انا عملت ايه في حياتي؟ ادم نعم اديني ايدك لو سمحت احنا فعلاً محتاجين لك انا عندناش اي استعداد ان احنا نفرط فيك في المرحلة الحالية اللي بيمر بيها كوكبنا بصراحة الام منك والام من كوكبك ما تزعلوش مني عم ادم يا دي ادم كرهتيني فيك انا كائن فضائي حاضر اديني ايدك لو سمحت هات ايدك يا ادم مفيش وقت اشرح لك هتخلي المكوة يا لا مكوة ايه؟ هات ايدك يا كريم هات خلي مبسوطة خليت؟ مبسوط هت متجاوز؟ لا هات يا عم ايه ده؟ مستر ادم مستر ادم بجد بجد دي زيارة كريمة جدا وانا نيابة عن المسؤولين في كوكب الدكورة بنحترم مزيارتك دي جدا وبنعتز بيها معاك جمال السيد احمد مسؤول العلاقات الدولية للكوكب اهلاً اهلاً يا ستاس جمال اهلاً وسهلاً والله يا انا متشكر على حسن الاستقبال يعني بس انا مش فهمها انا مش هتومل على جنابة بس زي الاسيابتك شايف الشبان عندنا في الكوكب عندهم نقص في الهرمونات نقص في الهرمونات نقص في الهرمونات لا واضح بصراحة انا مش فهم زي كنت رجالة وانا نسوان كوكب عجيب يعني من الاسف احنا دورنا في جوجل على مين اكتر حد عنده هرمونات زيادة واكتشفنا ان بسهر شعر صدر حضرتك انت حطمت رقم العلام الهرموني انت رمز للرجل المشعر يا مستر ادم ربنا نخليكو دي حاجة بسيطة يعني وبصراحة يعني انتو نزوا وانا عايز اعمل معاكو واجب يعني واجب بسيط يعني لا.. لا لا أنا بحس بالنعمة لربنا هدها هذه المرة كمان ده عنا عندنا في الأرض ده من ثالثة لحاجة تقرف يعني الشابين عنا مش هالفين يتجوزوا حين فالدوا عشان كده احنا فكرنا لو حضرتك تبشر لنا شوي تشعر نحليلهم يمكن نقدر نوصل للمادة التي تتفعل مع هيرمونتنا بشر شعر السدري آه فوكة غالت آه كده احنا دخلنا بقى بوزنس يعني مصلحة هتدفعوا لي كام ليتفعى لكام؟ مفيش أكبر من مصلحة كوكبنا ومستقبله بل كوكبك أولو مستقبله ده شعر السدر يا تبشروي يعني إيه لازم أخط فلوس هنعمل لك تمثال تمثال؟ لا ما يقلش معاه الأوانطة ديها حلوة خلاص يا سيدي هنقلف لك كتاب إلكتروني ونوزنه على سكان الكوكب أحرق ورميه في البحر أنا عايز ماني فلوس هندي لك عشرة في المين عشرة إيه؟ في المية طب هو كده ممكن أديه 15% طب ممكن؟ 30% طب لو لمست شوية كده 50% بصي، أنا ليه طلب تاني بقى بسراح ممكنك بشلك كبشة ليك لوحدك وتديني لفة في البيت عديد بس مشاين عليك في لفة حواليني النسوان ولا المجالة اللي أنا مش فاهمها في دول وديه لك تاني علا لأ مشاين فخار بس طب بالسلامة بقى أنا عندي مشوار في الزحل تعالى هنا يا حبيبي هو أنت فاكر دخولي الحمام زي خروجه اه زي خروج يا عطريس خاص المبشرة مبشرة؟ ده لنش بترفوش راجل بساعة ما جيت هنا هتوريك رجولة دلوقتي ايه هتبشوري شعري سيدي؟ ده أنا قطع رأبيك وكلك أقوى على باش تقبال يوا عوالانتي وهي يما هرقسني اوه 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 لا اوه واحدة 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 هرقسني شعري سيدي رح فيه يلا هرقسني هقول لهم ايه هقول لهم خدوا شعر صدري وعملوا بي ايه يالهر اسود شعر صدرك راح يا ليلتك السودة يا ابن سابرة السبارة هقول لهم ايه هقول لهم خدوا شعر صدري وروحوا بيه فين طب لما امن الدولة ولا البلد يعملوا كده مقبولة لكن الناس من كوكب تاني مش باهم رجالة ولا نسوان يخسرتك يخسرتك يا ادم يخسرتك يا ادم خدتوا شعر صدري يا كلاب يا كلاب بصراحة احزاب انا كان اوفر كنت اعمل زي الغوريلا كنت كل يوم اصح صرح شعري وصرح شعر صدري كنت بكسب انزل البحر كده حلو بيت شاب بروش عادي شعر صدري بلزفت ايمان حبيبي عمور الشيرين رفقت من زمان كتير واحنا صغار ببيها القد وكمان خطيبة خاجة عن سيق ومعه مصار كتير 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 شو يعني مليونير حبيبي انت بتاخد العقل احلى شي بحياتي وفي عيوني انت لكن قولي بي مين بات دويت لحساب الغدر انا على الحميد المجويد اكيد خطيبة لساحبتي الشيرين اوبس اللي هيقافيه فرد فاعد دايما انحرشتيني دايما انحرشتيني هيدا الدكتور الحمار كل مرة بيقلو ما تنفخن هالقد بيقلي لا 2.8 احلى بيصير مثل الفورويل هني لازم 2.1 وانا مع الحرب بفع دخيلة هيا شيرين اصحابك دول هتلاعهم ريشين ولا اوانت انا مبقعدش غير مع الاغنية وبس حبيبي ما تقيم الناس حسب غناهم قيمهم ع اخلاقهم ولا اخلاق ولا بتاع انا بقيم بالعربيات اقلي من برش مبقعدش انت بشايف هتكامرولين انا جاي بيها انت عارف انا دفع فيها كامر اف صرت عارفة قلتلي اياش 500 مرة لايك حبيبي روبر فاقتي من عائلة كتير كبيرة هاي 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 بس اكيد مش اغنى من عائلتي انا ماش امرك شفت حدي فيه شنط الفلوس وراه دي مليانة ما شاء الله هاتي بات هاتي هاتي انت قابلي رج الفلوس لتعرق في الشنطة تعال ما نشوف صحابي هاي بونجور هاي حياتي كيفي صباح حمد الله هاي كيفك هاي احب عرفكن هيدا عمر خطيبة وهيدا تامر خطيبة لاشيرين ما فيني خبرك يعني رجل اعمال كتير مهم بمصر وهلا عيش هون بيروت وغاني غاني يموت وغاني غاني يموت وكتير مهدوم اهليل مايستوميتي ومستر تامر اهلا حبيبي اهلا 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 طبعا عمر ما فيني خبرك ان استاذ تامر من عائلة كتير مرتبة بيحب اللبناني كتير وبيقدر ماهبهم كتير 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 اهلا حبيبي اهلا اهلا ناس اهلا ايه ده سبحان الله لو سمحت يا اخ ممكن تقفل وتفتح لو سمحت هفهمك ايه اقفل وفتح على طول وريني وريني يلا يلا هو يخرب بيتك امر عجرم اخبارك ايه يا خبر تامر حمدي السبرسجي يخرب بيتك وينك يا راب ايه يا معلو السبرسجي ايه انت لسه فاكر انسى بقى الكلام الفاضي ده انا دلوقتي تقدر تقول علي من اغنى اغنياء الكون من اكبر العائلات شو عائلة هايدي اوطى عائلة بمصر شو اخبار اخوك النشال سيد محبوس بس هيخرج ان شاء الله انت اخبارك ايه واخبار عائلتك لسه معفنين وبكوح اطراب من الفقر ولا عاملين ايه معفن شو معفن انا دكتور يا لكن دكتور ايه وانت لقيت اكل بقولك انا بقيت اغنى واحد في الكون اهلا 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 الله يزيدك الله يخليك شو اخبار الحجة ترجت من السجن حبيبي حجة ايه وبتاع ايه هقوم لك تانى يعني ما انا كنت لسه عندك تعال ايه حجة ايه وبتاع ايه ايه فلوس فلوس حشان بس الموضوع بالنسبة لك ايبقى مش عارفهم كام بخدي احنا هتشرفنا يا انسك هايدي لقلي طبعا مرسي شيرين اهلا 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 يا شيرين مش معقول احلى حاجة حصلت النهاردة اعمر ده صديق عمري فوق الخمستاشر سنة الله يديم المساري قصدي الله يديم المحاف صدقيني يا بودي تامر من اوفا الاصدقاء اللي ممكن انت تتقابليهم في حياتي حبيبي حبيبي على فكرة احنا لازم نخرج كتير رش انا سلمت كتير رش رش دي الناس معرفش غسلينها ولا لا حاجة صعبة قوي ما بشابش حاجة ليه يا ماتر ماتر اهلا اهلا نوري عمور اهلا وسهلا فيك ميسيو تامر اهلا 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 بأهلها اهلا يعني هاد كل اللي عندك وخد بقشيش زي ما انت عاوز انت وزمائلك بس ما بدأين نزللنا 40 ايس كريمة شون جوا حر قوي يلا باي 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 يا جماعة احنا لازم كلنا كده اتشرف ان انا اعزمكم النهاردة على العشاء فاغلى مطعم لان فعلا انتم شو بتخيلين انا غني ازاي وشكلك بتحب الفلوس ابدا فعلا طب هاتي لانو دي تامر نعم اوكي بازل بازل انا كمان هاي شيريه هاي عمر كيفك؟ مفروض يقول منيحكة لبناني يعني ولا هو بيحب مصر كتير بحبه لمصر طبعا عمر ايه ونيلت ايه لا اساسا ولا تكلب ولا عمري شفته في حياتي وعيلته ونصبين وسيرة انا مش عايز اتكلم فيها في الوقت اللي اتخذتها بس انا خايف يعني كونين شيريه بضايقة اني خرجت معي عشان شيرين انتين يكون كذا شو شيرين انتيني؟ ما بحيطة جيت انتيني شيرين انا ما بحبه اساسا حس كتير بتغال مني ولاقيمي لاقيمي لاقيمي يعني سر اذا عم بحكي عنا هيك هانيا لا 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 تحكي ايه؟ ده انت تحكي زي ما انت عايزة شكسيت بلا اصلا وانا ما كنتش طيقة وشكلها مصابة من الاخر بوبي انا باليوم شفتك يا بوبي ومشاهد حد في الكون صدقيني كل فلوسي وصروتي وبلاتي وبيسي ناسي هاولي كلك عايزة مبتك ما تجابت عن جب؟ طبعا عن جب انا ممكن اجوزك تلوقتي حالة مفلبسين بقى يا الله طيب انتا يعني ما راح تفكر بالناس وكلام الناس وعوة عيو شيرين دوست في الناس بالناس ايه؟ طيب في الناس جدنا في القرى الطبية حس الموقف وبيتك في ايه؟ ده انا ما الليقولك باعصوش كيان كتير مبسوطة كتير حول الله يا حبيتك مش جعانة صعيفة انت عزة بتيش جعانة بتيش معقولة وليد زوء يا بابا ضف ضع بشري جابلك العشب ايه رأيك؟ كتير مبسوطة كتير شفت عزة قبل كده؟ اه اعطيني الشوربار تنستهجس روحات الشوربار لا اقول بسم الله بسم الله بسم الله طيب بقيلنا يعني احنا عزين بقات كتير ومسوطة اه كتير حلوة اه انا قلت بقلك سير كتير حلوة قولي اتعرف ان انا تتكلمين جاد؟ اه مجادة مجادة ليه وقتها بطرات سباحة مسلا؟ اه يا عوامتين بنتخل اربع مدد بسم الله طب خلاص هو انت بتتكلمي عالجبل دعنا في البسين دعنا في البسين مومي 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 طلعي خلاص نفسك يا ماما مومي 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 هتجوز ست مش عايز اتكلم عليها كتير بنت بيت بنت اصل بنت ربية هتنسيني كل التفاهة وكل السفالة اللي انا عشتها في حياتي قلل انتم مين يا طبعا؟ هبتدى يكون رجل محترم وبالتالي هكون في بيتي محترم بيتي هيبقى لي تقاليد ما عنديش زيارات مش عايز حد فيكو تكلم في تليفون لان اصلا شباب فيكو تليفون في البيت هو تليفون واحد من تسعة لعشرة وللمقربين اوي فياريت ما تحربوش نفسكم مفيش زيارات للا اهل المراتي حتى مش فيكو بيتي هيبقى بيت قديم انا قاكوة تعيش معاكو حياة عصرية بس اكيد هتسمعوا عني بعد جوازي فترة انا عامل اف بيتي هبتر اطردكو انا قاسم يلا بره 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 كل السور اللي عندكم تتحرق يلا يا بيت انت يلا قومي يا قاعدة ليه ما كلهم قرقوا بان تريكم اوي يلا في دهية البيت كده ينضف يبقى في ست وفي راجل ومش راجل عادي سيد الرجالة توكلنا على الله الى الجواز انا يعني مش هبقى قصر للدرجات بس هحبها بس الاصول اصول هتشوفوا الاصول اللي بيحكوا عليها في الكتب يا يا بوبي والله والله يا بوبي وانتي معايا بحس ان الدنيا كلها بتضحك علي حياتي انا بس مش عكباني بوبي خسانة وهفتانة وعدمانة ايه معك حق حبيبي انا بغير المقاس عربع مرات في السنة مع كل فصل يسشي هتوحشيني حياتي وانت كمان يا روحي بعد مرة بوبي 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 ها مين الاخ اللي كان نازل وودعتيه وبوس وكده هادا الكوزين تبقولي يعني ايه كوزين ابن خالتي سوهيل سوهيل بس سبحان الله لا شوفت الله فرح ولا تعرفت على بعض يا ايه ما انه كان باستراليا وهلا رجع بس مخانق مع مرته وعنده مشكل كتير كبير كتعم حل المشكل طبعا طب بس بزميتك حد يحل المشكل ساعد مع الصبح شو باكت انا رشا باكت لا ما فيش حاجة انا بتناقش معاك بدك تحنيق نشير لا اخنيق نكشير ليه ده انا اعملك بطيخ انا بنتكلم عادي ايه سوهيل سليميلي عالجتائي ايه حبيبة اعمل لي مسكول بيزو ما بتوصل عالبات بيزو بيزو ودلعو بيزو غير سوهيل انا مش فاهم معي الزبفة من الراجل اللي كان في بيتي بتكلي بطيخ شو بيك ولا بيك ولا زبط شاب بيخبل؟ شو بيخبل؟ وأنا؟ يا دلي يا دلي على هالغورفة وأنا؟ يا دلي يا دلي على هالدراج نطت نطيت چوه المسحي وأنا؟ هاابي Holyе يا دلي يا دلي يا دلي يلا حبيبة رح اشتعلك كتير كتير وأنا كمان لا مش حنبوث هنبوث هالباب يا دلي يا دلي على هالباب بوبي ممكن اعرف مين الافاندي اللي بيلحس اللي بوب ده في بيتي هيدا كوزينتك وانت ليك كام كوزينتك بيه كوزين اولاني وكوزين تاني كوزين اولاني ابن خالتي هيدا كوزين التاني ابن عمتك وابن عمتك بيعمل ايف في بيتي فالفجر ده من الشباك بدي عتيك لسه يعني باسمك كوزينتاته حبيت انت بتتعصب ليه ده انا بفتح كلام معاك كان عمده مشكل مع امنا عم بيحلله المشكل مفيش ايه يا حاببتي انتي وكوزنتاتك على راسي من فوق وربنا يخليكوا تحلي مشاكل اهلي مفيش باكر امي عملي لمونات حاضر 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 تلات معايق السكر عيوني وليس قاعد معايق حالة جاهز بالتلاج تاندرش ذا بشي تعسيب ايه اسهب وقت ما توصل على البيت تيز اعطين اسكول اوكي حبيبي بيزو 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 انا كده عرفت انتي بتعز سوهب اكتر من سوهل لان السوهل اللي فقط قلت له ثلاثة بيزو ده قلت له خمسة بيزو انا بحب بيزو معاني مش عارفها بس اشتا يعني فرفيش بقى كده فرفيش انتي ببرقيني كده لان اقوم اعمل لمو انا كتير مبسطت فيك اليوم والله حبيبة قلبي ايه مرسي مرسي كتير انك ايجيت ان شاء الله رح نتكرر اكيد اكيد والله مشتاقين كتير بعارف انا كتير مشتاقة يلا باي 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 حبيبتي باي باي حبيبتي باي باي بوبي بوبي ببوي بوبي مفي عندك غير بوبي دقيلك فوت نام يطلع مين دة اى ان شاء الله صغيل ولا عقيل ولا مين بالزبط شهاب جوز خالطي طب يا أختي أعفل لبابا وتربسه ولا فيه وقف دي جاي نستقبله لا خلاص تربسه يا حبيبتي أنت وحشاني أنا متعصف لأنك وحشاني أنت مديها كل وقتك لأهلك نفضيلي شوية تامر عن جد كتير تعباني مش قادري أحكي ولا كلمة حبيبتي ما تقولي أنت تعبانة أخذي كفا الساعة يومين في أي حتة وأمري إيه هانم ده إيه اللي أنا شافة بحناية ده شوفي أنت بتخنين يا بيت شوفي تخونك جنات أنت شيء جنات أنت شيء بتلعب المزرعة السعيدة مع شاب غريب في وسط الليل وبالآيبات اللي أنا جايب أولك بفلوس يا خينا لا أنت عرجال جنات أنا شاريبي عاشف منك من أهلك كمان من أهلي وبترمي الآيبات طب تعالي بقى أنا هرنيكي في الشارع اللي جبتك من رواطية لا تعالي دخيلة لفتمر مدينة لا أماماتك أنت والثلاثين رجل اللي بيجوا هنا دور لا دخيلة دخيلة قبل ما تهمش أنت طالق طالق فضلك يا موعدة كده واحدة طالق يلا قولي بالسلامة مدمر مدينة أرف دخيلة رجل طالع رجل نازل اللي مش مديني وجودهم اللي مديني اللي مفيش ولا نطع منهم هو نازل قال لي مساء الخير عادة استغفر الله العظيم يا رجل طلقت اللي وليه قاومت أنت يا ولا أنت يا زفت وحياة أمك وحياة أمك ما اللي مخليك البيض دي أعمل فيك ايه أعمل فيك ايه يا أخي انت ايه انت بلوة انت ما بتحشتش دون النهار مسك مفاك قاعد تخورني في الحاجات لغاية متخريحة هتخليها تموص كل حاجات مقصد انت ايه يا أخي ما لش يا بابا مش هعمل كده تاني خلاص وديني ومقعبد لو انت شوفك تاني مسك مفاك ولا مسك جهاز تاني أنا حرميك في الشارع يغرب بيت شطانك أعمل لك ايه الكاسة باز ومستخن باز والمروحة بازت امان ايه تاني ايه تاني باوستو الوقمن الوقمن عملت في ايه الوقمن صراحة معرفت اشريك كسره فرميتو في الزبالة اعمل فيك ايه اعمل فيك ايه انت عايز تبوتني انت عايز تبوتني وكيب اعجالي شرع عنك يا بابا بعد الشرع حبيبي يا ابني طب هو انفع نص جنيه اشتري مصصك نص جنيه في عينك مصصك يا لان تالا انت لدي انت تتربى في الشارع عارف ليه عشان تعرف امت البيت عشان بتحافظ عليه وتعيش بيه كويس انت فاهم لأ والنبي يا بابا حتى ده انا عندي ثمان سنين يعني خليني اعط سنة كمان انت عايز نستحملك سنة كمان انت اهبل ولا مجنون عشان السنة الجاية اجا لقيك شايلني حلقان الببان وتقول لي حلقان الببان بازد؟ اوه حلقان الببان اغلق مني؟ اه طبعا لانها خشب زان انت فاكرها ايه؟ خشب مسكد؟ بقولك ايه؟ اطلع بره اطلع بره اطلع بره طب اصلح لك الغسالة واحدة بقولك يا عبد العزيز انا عايز اقولك حاجة يا ابني العلاقة اللي بيننا انتهت معادش فيه عيشة بيننا لان كفاية اول ان استحملتك تمن سنين متواصل تمن سنين متواصل ايوه تمن سنين متواصل هو انا ابنك ولا باشتغل عندك بعدين ده انت انسيتني بادري بادري يا ابني اسمعني يا ابني انت من يوم مامك ماتت ويهجب بسيتك في ايه؟ اعمل فيك ايه؟ بقالي تمن سنين قاعدة لفعل احوالين نفسي في البيت بسببك امال لو عدت اطر سنة هتعمل فيي ايه؟ بقولك ايه؟ اتفضل اطلع بره وانت ما ينفعكش هلا الشارع عبد العزيز انت فاهم؟ يلا الشارع عبد العزيز طب انا عايز ان نص جنيب تعالي المصاصة اوت 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 اتجدتها منين دي يا بابا انا بقولك اوت اوت انت بتشتعل الكنصاري عموما نوب روبلي نوب روبليم؟ امشي انا اطلع بره بابا نعم نعم يا حبيبي نص جنيب تعالي المصاصة امشي يا ابني اه 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 اعملي بس يا ربي بعد اللابو يعملوا معايا انا عايز اشتعلوا مصاصة انا حاسس قويق ساعتين ثلاثة كده وهياتف هاليا مش ما اقولها يعني اب هيسيب ابنه وهو لحمة طرية زي موسيقى ترجمة نانسي قنقر 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 حنافية السخن هنوزيها مع التاني عشان الاتنين يوصلوا لإيه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر